رح نتناول في هذا القسم موضوع الضغوطات النفسية والطريقة تمالكنا إلها حتى نقدر نزيد من فاعليتنا وإنتاجيتنا ونعيش حياة أكتر رضا وسعادة لابد في البداية نعرف الضغوط حتى نفهمها بطريقة صحيحة الضغوط أو الضغط هي أي موقف أو وضع ممكن يكون جيد وممكن يكون سيء بيخليك تضطر تعدل من مشاعرك أو سلوكك بيخليك تغير إشي موجود في بيئتك وللأسف غالبا بيكون للأسوأ الضغوط بتصير لما بيكون في فرق بين الأشياء اللي منتوقعها من الآخرين ومن الحياة بشكل عام وبين الأشياء اللي مناخدها أو منستلمها من الآخرين واللي بتقدم لنا إياها الحياة بشكل عام الضغوط هي حالة من عدم التوازن بيصير معنا من الناحية الجسمية أو حتى العاطفية وبيبدأ الضغط من الذهن وللأسف مرات الذهن بيكون سجن الإنسان نفسه كل شخص عنده قرار يصنع من ذهنه إما نعيم أو جحيم حسب الطريقة اللي متعامل فيها مع أذهلنا إحنا فعليا ما بتزعجنا الأحداث اللي بتصير في حياتنا لكن اللي بيوترنا هو مفهومنا لهاي الأحداث رد فعلنا عليها في حياتنا منظورك للموضوع أمر مهم جداً وبيحدد كيف ممكن تتعامل مع الضغوطات في حياتك لازم هون نفرق بين الضغوط الجيدة اللي ممكن نستفيد منها والضغوط المؤذية اللي ممكن للأسف تأثر بطريقة سلبية على حياتنا الضغوط الجيدة بتخلي عندك شعور براحة البال بتكون مدرك إنك ماسك زمام الأمور وبنفس الوقت ممكن تولد عندك الإبداع والابتكار لأنك بتطلع من دائرة راحتك هي ضغوط بتخليك تتحرك دايماً وتستعد لمواجهة الحياة بتخلي جسمك سليم وصحي إذا ما حفظت على القدر المناسب منها وتذكروا إنه العقل السليم في الجسم السليم لكن الجسم السليم إجمالاً بيكون العقل اللي فيه هو سليم النوع الثاني من الضغوطات نوع مؤذي نوع سلبي على حياتنا ضغوطات نفسية بتولد عندك شعور بالاستياء فبيصير أدائك منخفض ونتائجك في العمل طبعاً بتكون غير مرضية اخفاق في دراستك كمان أحياناً إذا كنت طالب إبداعك بيتراجع وحتى صحتك بتتدهور وكمان علاقاتك للأسف ممكن تتأثر بالطريقة الخاطئة طلعوا على الرسم البياني الموجود قدامكم نقدر نشوف منحنة ضغوطات خليني أشرح شو يعني المنطقة الخضرة بتبين الضغط في أقل قدر ممكن واللي بيفيد الإنسان بتفع الأداء وبيزيده لكن كل ما زادت الضغوطات كل ما توترنا أكتر كل ما زادت حالتنا سوب بيصير فيه تعب كتير بيتولد عنا خوف من تأصيرنا وقلة إنتاجيتنا وكمان بيصير عنا غضب وإذا ما انتبهنا على حالنا للأسف النتيجة النهائية بيكون انهيار عصبي كامل نحن بحاجة إنه ننتبه وناخد الجزئية من مستوى الضغط اللازم فقط حتى نستفيد منه بحياتنا حتى نفهم الضغوط النفسية في حياتنا ونقدر نتعامل معها لازم نعرف المراحل اللي بيمر فيها الإنسان واللي بيتعرض للضغوطات أول مرحلة منسميها مرحلة الإنذار أو التنبيه المرحلة الثانية هي المقاومة والمرحلة الثالثة هي الوصول للإنهاك خلال مرحلة الإنذار بيكون الجسم بيحضر حاله حتى يدافع عن نفسه أمام الأمر الضاغط اللي ممكن يكون شيء ملموس جسدي أو ممكن يكون شيء عاطفي في المرحلة الثانية مرحلة المقاومة بيبدأ الجسم يقاوم بيبدأ يحارب الضاغط وبيحاول يرجع التوازن الأساسي في جسم الإنسان ومرات للأسف هاي الفترة بتكون مطولة ومنهكة وبتوصلنا لمراحل من التوتر المزمن ومنصير نعاني يوميا من الضغوطات النفسية بدون ما نلاقي لها حل أما في المرحلة الثالثة اللي فيها لما الضاغط مش عم بروح ولما إحنا مش عم نقدر نتعامل معه في حياتنا بنوصل لمرحلة الإنهاك اللي نتائجها كتير سلبية على الجسم وممكن تأدي لها أمراض مثل تقرحات في المعدة زيادة في ضغط الدم زيادة في سكر الدم إلى آخره وفي حالات متطرفة ممكن توصل للموت المفاجئة ترجمة نانسي قنقر